المحاضرات التشريح يعني هذا المفصل من دا أسوي به انقباض شنو معناها باللاتيني بالطبية من دا أسوي انبساط هاي الحركة شنو يسمى او هاكد هاي معناها هاي فكرة هاي المحاضرة نبدي شباب نقرأ بالبداية بشهادة بالبداية هي أولا الحركة وين تصير هاي الحركة اللي دا صير وين دا صير دا صير بشي اسمه جوينت اللي هو المفصل زين دكتور هو المفصل من شنو يتكون المفصل بكل بساطة شباب يتكون من التالي عظمة تلتقيوية عظمة لخ سوية يكونو شي اسمه جوينت مفصل اوكي تمام هذا المفصل شباب هنه تكون نتيجة التقاء العظم لكن من راح يقوم بالحركة العضلات الموجودة هنانا مثل هاي عضلة موجودة هنانا وعضلة موجودة هنانا هاي العضلة تتقلص بهاي الاتجاه الجل العظمة هي جي وانتح اصير عملية الحركة هاي فكرة الموفمت شون دا صير خلنا نجي نقرأ منطقة التقاء عظمتين او اكتر مع بعضين نسمي مفصل هذن الحركات اللي حصل بالمفاصل اهن اسامي معينة خليني نبدأ ندرسهن مجموعة مجموعة طبعا ذن الاسامي مثل ما اخذنا بالاتجاهات انتيريال و بوستيريال هماتين مقسمة الى مجاميع وكل مجموعة متكونة من مصطلحات اثنين غالبا ما يكون متعاكسات بالمعنى واضحة انقبال انبساط واضحة كمثال نبدأ باول مجموعة نقرأ على اسلاقات محاضرتي ومن ثم على محاضرتكم اول مجموعة شباب اللي هي عبارة عن الفلكشن اند اكستيشن شباب افلكشن معناها انقبال اكستيشن معناها انبساط هاي المعلومة بالعربي تعريف الفلكشن والاكستيشن شي يقولون عنه شباب ادخيلوا هذا مفصل هش هاي عظمة وهاي عظمة هذا مفصل المرتب اهنان الزاوية اكو زاوية وهمية هاي الزاوية الوهمية المستقيمة اهنان اشقاج مية وثمانين يقول لك الفلكشن حركة تؤدي الى ديكريز الى نقصان بالزاوية شباب اللي شون مية وسبعين مية وعشرين تسعين ستين تتقل الزاوية بينما الاكستيشن حركة تؤدي الى زيادة او استقامة بالزاوية واضحة هاي فكرة الفلكشن والاكستيشن عروفوا هذا المثال تعالوا على هذا المثال هنا لأكو جوينت اسمه ميتا كاربو فالانجيو جوينت هنا لأشقاج الزاوية مية وثمانين هوب فلكشن صارت تسعين هوب اكستيشن تمام نتالك فلكشن نقصان بالزاوية بينما الاكستيشن هو زيادة او استقامة بالزاوية تمام دكتور شباب هاي ارقبتي هاد فلكشن هاد اكستيشن تمام دكتور الله بتخيل عليك بس بعوية يزلم هاي المفصلية شي هاد فلكشن هاد اكستيشن زين هاد شنو هاد فلكشن هاي اكستيشن هاد شنو فلكشن اكستيشن هاد شنو هاد يسعولها زيادة بالاكستيشن يسعولها هايبر اكستيشن عندي مقاطع لاتينية احفظوها ينكم هايبر معناها زيادة بالشي اذا انا عطشان يومي اشرب بطل مي واحد يوم من ايام لعبت طوبة وعطشيت شربت اشرب طالة فعندي هايبر شرب مي اما لا والله اذا انا صايم ما اشرب مي عندي هايبو هايبو معناها نقصان واضحة او قلة من هذا الشي فمن اقول دكتور هايبر اكستيشن معناها زيادة بالانبساط باعوايا هايبر اكستيشن مو كل مفاصل لي هايبر اكستيشن شوفوا هاده فلكشن عفوا اكستيشن فلكشن اكستيشن هيبر اكستيشن لكن ههذا المفصل فلكشن اكستيشن بعدما اقدار يقطر يوقفل المفصل فأكم في هايبو هايبر اكستيشنけて مكون بهاق đ Turkish رفو هاي المعلومة الجوة بعدين نرجع لها. يقول لك Flection هي Fault إنه الليبهن سوية يعني ده أقرر بالشغل تيل. بينما الExtension ده أبعد الشغل تيل. المعلومة الثانية عن الFlection والExtension هي ما يأتي. شوفوا يا يا زيان. بالرقبة هذا Flection هذا Extension. زيان هذا شنو؟ هذا شنو؟ هذا يصيحو للLateral Flexion. Flexion جانبي. واضحة. Lateral Neck Flexion. تمام؟ لازم تحدد تقول Right Lateral Neck Flexion. Left Lateral Neck Flexion. ومو بس برقبة وإنما بالجدع معلتنا. هاذا Flexion هاذا Extension. هاذا شنو؟ هاذا Lateral Trunk Flexion. In the Trunk and Neck Lateral Flexion refer to bending a male neck to the side of my right أو left. هاي السالفة افتهمناها دكتور. معلومة أخرى من المصادر عن الFlection والExtension. شوفوا يا عايزيان. شباب بس صفنة صغيرة أريد. أريد شوية تخيلوا إيايا. صفنة بعرها. هاي ايدي. هاي ايدي. مفصل الالبو. شباب هذا مو الأمام. والخلف ونصير الوراية. هاي شباب هاي الحركة الFlection. هي مو حركة نحو الأمام. نحو الوجه نحو الأمام. واضحة؟ بينما الاكترات الاكترات هي مو حركة نحو الخلف. تمام؟ هذا المفصل. نحو الأمام. فلكشن. نحو الخلف دع رجعها. دع رقوبتي للأمام. فلكشن. مو حركة حركة وين؟ نحو الخلف. هاي قاعدة ثابتة. إنه الفلكشن نحو الأمام. والاكترات نحو الخلف. الحالة الشاذة وين؟ الحالة الشاذة موجودة بمفصل الNeigh joint. بمفصل الركبة. مفصل الركبة شباب. الزاوية الوهمية هنا موجودة. يقول لك الFlection هي مو نقصة بالزاوية. هي حركة نحو الخلف بالNeigh joint. بينما الاكترات هي حركة نحو الأمام. طيب الحالة الشاذة بس مفصل الNeigh joint. سواء ملاحظة. حجيت بها هذا الشي. Flection هي للأمام. Extinction نحو الخلف. وين الحالة الاكترات الحالة الشاذة بالNeigh joint. يقول لك الاكترات نحو الأمام. والإفلكشن نحو الخلف. هاي بتعمناها دكتور. يبقى نآخر ملاحظة عن الفلكشن والإكستنشن. يقول لك الفلكشن والإكستنشن occurs in the Sagittal Plane. حتى لو ما ما تكورها بالمازة ما عرفوها. شون يعني؟ تذكرون ال Sagittal Plane هذا العامودي اللي يمر بالنص أو على الجوانب. مو شرط يعني. أوكي؟ هذا المحور. فيقول لك هاي الحركات. هاي الحركات دا صير بيا محور. الوهمية محور ال Sagittal Plane. باستثناء. باستثناء. منو؟ اللاترال فلكشن. أوكي؟ ما دا يصير بهذا؟ وإن ما دا يصير بهذا الجانبي. الكورونال. اللاترال فلكشن دا صير بالكورونال Plane. هاي خليوا ببعلكم. هنجي نقراها بمل زمتكم سوية. يابا فلكشن. معناها Bending a joint. أميلي الجوينت. يؤدي إلى نقصان بالزاوية بين العظام. مثال على ذلك وضعية الطفل أثناء وجوده ببطن الأمة. طفل وضعية مفاصلة بحالة فلكشن. إيش لام نفسه. بحالة فلكشن. بحالة فلكشن. بحالة فلكشن. بحالة فلكشن. تمام؟ بينما الكستنشن هو زيادة بالزاوية. أوكي؟ مستقيمة. مثل على ذلك الوضعية التشريحية من anatomical position. تمام؟ hyperextinction هو excessive extension of the part or a joint beyond anatomical position. يعني أسوي زيادة بالانبساط بحيث أعبر وضعية تشريحية طبيعية. وضعية تشريحية طبيعية من رقبة هي تشي. تمام؟ بينما hyperextinction لا أرجحها بعد الوارع. تمام دكتور؟ وهايدا شوفوا هنا الاكستنشن وهنا نقصان بالزاوية الفلكشن. وهي نفس جيدة شوفها هنا. وبالنسبة إلى حركة البحام همات هنا. وهي الرقبة. وهنا بالعكس. شوفوا الفلكشن للخلف. والاكستنشن نحو الأمام. تمام؟ lateral reflection قلنا هي side bending. left to right. هاي افتهمناهم. ننطوب على مجموعة أخرى من المصطلحات. اللي هي عبارة. هسا كمنا نفلكشن وكستنشن. مجموعة أخرى اللي هي عبارة عن ال-adduction وال-abduction. بالبداية يا شباب. الفرق باللفظ وين؟ بس بحرف ال-D وبحرف ال-B. كل شيء واضحان. adduction وabduction هن عبارة عن مصطلحات نوصف بيهن الحركات بالمقارنة بالmedian plane ما نفنه. إذا كانت الحركة تؤدي إلى أن أبتعد عن ال-median plane هذا abduction. أما إذا كانت الحركة نحو ال-median plane هذا abduction. يعني أعطيكم مثال هاي إدياناتي على جانب جسمي. إذا إدياناتي راح أبعدها عن ال-median plane ميش أسويها؟ هذا abduction. أما إذا أقربهم؟ عددكشن. رجلياناتي. أبعدهم أب أقربهم عد. المدian plane ما الإيد يوينه؟ نص الأصبع الثالث. إذا أبعد الأصابع عن المدian plane هذا abduction. إذا أقربهم عددكشن. تمام. فإددكشن هي تورد المدian plane أقربهم بينما ال-abduction أبعدهم. شاب دني الحلقات. هذا الني دي يصير نبيام الحوار بال-coronal plane. خلوها ببايكم. تمام. ملاحظة يقول لك in the hand, abducting أقربهم is to bring them together أقربهم المن لل-median plane. اللي هو منه بالهند؟ ال-line of the middle finger. abducting لا, to spreading them apart أبعدهم من ال-medial finger. بالرجل شباب. ال-median plane ما الرجل مو نص الأصبع الثالث. وإنما نص الأصبع الثاني. ليش؟ باعتبار الأصبع الشبير مالتنا ما أخذ مساحة هواية. أصبع ثاني ثالث رابع خامس. فقالوا هنا نعتبر ومكان ال-median plane. خش؟ فإن ذا فود, the line of adduction وabduction هو ال-second to. أقرب ال-second to add أبعد abduction. تمام دكتور؟ خلنجي نقراها يومكم. adduction. moving apart, a body part, away from the midline. بينما ADDUCTION TOWER THE MIDLINE هاي بتعملان ده أباعد UP أقرب ADDUCTION نفس الشيء هنا ده نشوفها بعدة up قربة ADDUCTION خوش انطب على مجموعة أخرى من المصطلحات اللي هي عباد يشوفون الملزة منصة ماكو أي فلق بيناتهم مجموعة أخرى من المصطلحات اللي هي MEDIAL والLATERAL ROTATION شباب MEDIAL والLATERAL ROTATION ROTATION معناه حركة دورانية حركة شون دائرية يقول لك عندي شيء اسمه MEDIAL ROTATION وعندي شيء اسمه LATERAL ROTATION الMEDIAL ROTATION هي حركة دورانية نحو الداخل حركة دورانية نحو الMEDIAN بينما LATERAL ROTATION هي حركة دورانية نحو الخارج فبما أنه MEDIAL ROTATION نحو الداخل اسمها الثاني INTERNAL ROTATION والLATERAL ROTATION نحو الخارج اسمها الثاني EXTERNAL ROTATION فالMEDIAN ROTATION اسمها INTERNAL والLATERAL ROTATION اسمها EXTERNAL ROTATION تمام هاي الحركة وين دا صير بيا محور دا صير بالمحور الHORIZONTAL لا بالسجدال العامودي ولا بالCORONAL وإنما بالHORIZONTAL PLANE أو بالTransverse PLANE خلني جي نباح ملزمتكم ملزمتكم الROTATION MEDIAL أو INTERNAL ROTATION نشوف شم سوي هنا بينما عناك شم سوي انبعت هاليده خوش يقول لك ROTATION OF THE JOINT TOWER THE MIDLINE بينما هنانا AWAY FROM THE MIDLINE ANTERIOR SURFACE FACING INSIDE OR MEDIAL يقول لك الوجه هادا متك نحو الداخل بينما هادا الوجه نحو الخارج معناها LATERALLY LATERAL ROTATION افتهم ناعي المجموعة الأخرى انطب بالنعلة مجموعة رابعة كمل نتلكشن اكستنشن ADDUCTION ABDUCTION MEDIAL OU LATERAL ROTATION مجموعة الرابعة هي الPRONATION والSUPONATION هذن المصطلحات اكثر شي نستخدمهن بالهاند بإيدي ودائما اضرب مثال عليها من جينا بالمدرسة بالابتدائية من يجي المدرس انت وكيح 30 كثير من يما بالعودة فصاحك انت تروح شو تسوي تفتح ايدك بعوزين تفتح ايدك هي شي يقول لك PALM OF THE HAND إذا FACING UP إذا راحة اليد باتجاه الأعلى خلنا أخذ حركات خلنا أخذ حركات لها علاقة بالرجل الرجل غالط من الهاند قالوا يابا عندي ال-e-version and-in-version هذن المصطلحات نقدر نستخدمهن بأماكن هواية من الجسم لكن أكثر شي وين بالرجل شوفوا شنو معناها شباب هاية تخيل الرجل وهاية ال-PLANTER SURFACE أو SOUL OF THE FACE وين ال-MEDIAN PLAIN بالنس وهمي بياناتهم يقول لك إذا راحتي الرجل وحدة تتباوع عن اللغ وحدة تحب اللغ أو بمعنى آخر دايباوعا MEDIALLY يعني دايباوعا باتجاه ال-MEDIAN PLAIN هاي الحركة نسميها IN-VERSION باينما إذا راحتي الرجل وحدة زعلانة من اللغ ودايباوعا عن اللي بره مو باتجاه ال-MEDIAN PLAIN دايباوعا LATERALLY هاي راح نسميها IN-VERSION خلق دكتور تمام فمووز THE SOUL OF THE FOOT AWAY FROM THE MIDLINE بعيدا عن ال-MEDIAN PLAIN ترنقونا وديها LATERALLY بينما ال-INVERSION نحو الداخل TOWER THE MEDIAN PLAIN أو TURNING THE SOUL MEDIALLY افتهمنا ال-IVERSION وال-INVERSION باقونا هاي من الرجل خلناخد مجموعة أخرى من المصطلحات اللي هي عبارة عن DOORS REFLECTION وال-PLANTAIL اتوقع قبل ما زمنكم خلني الصورة حلوة هاي الصورة شفوه عيساش كمل نحن كملنا PRONATION لل-SUPONATION SUPONATION قلنا ال-PALMS وين يروح UP بينما PRONATION لل-PALMS وين DOWN PRONATION عفو SUPONATION وPRONATION INVERSION وإVERSION INVERSION وين INSIDE نحو ال-MEDIAN PLAIN AVERSION OUTSIDE نحو الخارج تمام شباب عندي ال-PLANTAIL FLECTION وال-DORSAL أو DORSY FLECTION شباب يقول لك انت هاي رجليك كلش واضحة هاي الكعب من الرجل وهاي الأصابع يقول لك انت يعني إذا راح تسوي حركة بحيث توقف على أطراف أصابعك مثل ما مسوي هذا الطفل هاي الحركة اسمها PLANTAIL EFLECTION أما لا والله إذا توقف على الكعب ما تقشون هو اسمها DORSY EFLECTION كل سهلة دكتور يقول لك PLANTAIL EFLECTION هي EFLECTION OF THE FOOT MOVEMENT TOWARD THE SOUL OF THE FOOT هي حركة باتجاه EFLECTION بينما ال-EXTENTION DORSY EFLECTION اسمها الثاني اسمها ال-EXTENTION OF THE FOOT يعني هسه PLANTAIL EFLECTION اسمها الثاني EFLECTION OF THE FOOT DOORS EFLECTION اسمها الثاني EXTENTION OF THE FOOT MOVEMENT TOWARD THE DOORS باتجاه ظهر الرجل تمام دكتور تمام هاي افتهمنا نجي ناخذ مجموعة صغيرون اللي هي مصطلع واحد اللي هو عبارة عن LAMB CERCUMB CERCUMB DUCTION CERCUMB CERCUMB DUCTION شباب هي حركة مصطلح واحد لكن بداخله أربع حركات داخل السرسوية اللي هي الحركة اللي نسوية من النسبح بالسباحة هاي الحركة هاي يصبحوا لها circunduction. أصير بمفصل التشتف وبمفصل الحض ونصير مثلا بالأصابع مثلا هاي الحركة ما عايزيها. ماضحة؟ مثلا هذا الأصبع شو أنت يفتعل. هاي الحركة شبابش تشمل. تشمل flexion خليه هناك زاوية وهمية 180. فهذا flexion of the shoulder. أبعد الشولدر أبعد إيدي عن medial plane هذا abduction. أرجح اللي ولا هذا extension أرجحها قريبة عن الجسم. Adduction. فالcircumduction تشمل ما يلي أربع حركات بالتالي أو بالتوالي تحفظهم. flexion, abduction, extension, adduction. flexion, abduction, extension, adduction. واضحة؟ هاي يخلوها بالكوم. هذا الأصبع flexion واضحة abduction, extension, abduction. واضحة؟ تمام، لذلك يقولك circumduction هي conical rotatory movement. هي حركة دورانية تكون شكل المخروط. هذا القوس الارك، القوس تصار وهذا جذع الحركة. تصار شكل المخروط. creating an arc تكون قوس along or around the longitudinal axis. تكون قوس داير ما داير المحور الطولي ما الإيد. وتتكون من شنو؟ flexion, abduction, extension, and abduction. هاي بتعمل شنو؟ circumduction. خلنجي نقراها يامكم. circumduction هي حركة بانفلكشن, abduction, extension, and abduction. which occurs in sequence. لازم اصير بالتوالي. مو تخربطون بالترتيب مادني. تمام دكتور. شنو بعد عندي؟ عندي بعض حركات سهلة. اللي ناخدوني واحدة على اللغة. elevation and depression. elevation معناه حركة نحو الأعلى. depression نحو الأسفل. التشوبي مالتني هي عبارة عن حركة تشتف نحو الأعلى. elevation, depression. elevation, depression. كل سهلة دكتور. فelevation rises or moves apart نحو الأعلى. بينما depression moves part way نحو الأسفل. كل سهلة. elevation and depression. دورزي و plantar reflection كملناها. opposition and reposition. شباب الopposition والreposition هن عبارة عن حركات اللي هن علاقة بأصبع الأبهام مالتنا. شوفوا شون. أصبع الأبهام مالتنا الحفمة إذا جبناها وطخت حفات الأصابع هاي نسميها opposition. هاي شنسميها? opposition. شوفوا يا زين. هاذا شنو؟ opposition. أما إذا أرجع الأبهام إلى وضعيتها الطبيعية. هاذا reposition. تمام؟ كل سيد دكتور. فـ opposition هي حركة الأبهام that brings the tip of the thumb تجيب حفة أصبع الأبهام وتخليها طخ بحفة الأصابع الأخرى. بينما reposition هي حركة الأبهام من وضعية الـ opposition هاي إلا الوضعية الطبيعية متى الـ anatomical position. تمام؟ آخر مجموعة اللي هي عبارة عن الـ protraction أو retraction. ماذا أقوم بها؟ protraction حركة نحو الأمام retraction حركة نحو الخلي. السامك تطلع عليه برا protraction. طبب لي جوا retraction. حين تمتك الـ chin mandible الفك الأسفل ليه قدام protraction. رجع عليه وراء retraction. تضرب بوكس protraction. رجع عليه وراء تسحب أقسام للبوكس الثاني retraction. تمام؟ فـ protraction is a movement anteriorly نحو الأمام as in the protruding the mandible مثل ما واحد ده يقدم الفك الأسفل متى أو chin or اللسان نفس الشي. retraction هي حركة وين؟ نحو الخلف. هاي افتهمنا هين شباب. خلنشوف شلو اللي بقى ملزماتكم إحنا ما حاجين. نبدأ من البداية. flexion extension كملناها. hyper extension كملناها. lateral flexion كملناها. adduction abduction تمام. pronation supination inversion eversion retraction protraction للخلف للأمام. elevation depression للأعلى للأسفل. تمام. rotation افتهمنا هن. circumduction افتهمنا هن. planter dorsi حتشينا هن. opposition هي bring the tip of the thumb ويبقية الأصابع. بينما reposition لا والله أجي أخرى وأجعب مكانه. تمام. movement طبعا كل الحتشين احنا الحتشين احنا الحتشين همات المحاضرة. movement of the pollux طبعا pollux هذا اسمه ابهام بالعربي. اسمه thumb بالانجليزي. اسمه pollux. أوكي. بال لاتيني. يقول لك حركات الابهام. شوفوا يا عايزيان. عندي مجموعة حركات للابهام. هذا AD. يقول لك سهلة دكتور. الأول خلنا نبدأ بال ADDUCTION والABDUCTION. هذا MEDIAN. إذا الابهام متك سويته هي شي. هذا ABDUCTION. لأنه بعدت عن هذا. شوفوا شون. هذا ABDUCTION. أما إذا رجعته. رجعته. ADDUCTION. الابهام متك إذا خليت بهاي الوضعية. هذا FLECTION. وهذا هو extension of the thumb. تمام. هاذا O-POSITION. هاذا RE-POSITION. هاي هي circum-DUCTION of the thumb. تمام. خلنا نجي نقراها السوية. يقول لك يا عبا هاذا ADDUCTION. هاذا ABDUCTION. هاذا EXTENSION. هاذا FLECTION. هاي O-POSITION وهذا RE-POSITION. وفي تم تعيد حركة هي circum-DUCTION. وليهنا شباب كملنا المحاضرة الثالثة ضمن تسلسل محاضرتكم. إن شاء الله رح نكمل على محاضراتكم الرابعة I think والخامسة والسادسة. حتى ورا نبدي بالأبرلم اللي تبعوها إن شاء الله وهي محاضراتي. إن شاء الله استفاديتوا. والتقيكم بالمحاضرة القادمة. ولا تنسون الامتحان بوجهكم عليه مباشرة بتطبيق العراق أكاديمي. شكرا على خير ومع ألف سلامة كانوا إياكم دكتور عبدالله صباح أمران.